تتوالى مطالب أو دعوات أو أوامر الإخلاء والنزوح من قبل قوات الاحتلال محمد أدعور يضعنا في هذه الصورة محمد يعني يبدو أنه إسرائيل مصرة على إثارة الحيرة لدى سكان قطاع غزة بمطالب عديدة بالنزوح حتى إلى أماكن ينزح منها بالأساس بالفعل وهي ليست المرة الأولى ولا الثانية ولا العاشرة نحن نتحدث عن عشرات المرات التي خاض فيها السكان تجربة النزوح اليوم أيضا مطالب جديدة للسكان بالتحديد في شمال القطاع بالإخلاء وبالتحديد في بيت حانون طلب جيش الاحتلال من السكان وكذلك ممن يتواجدون في حي المنشية في بيت لاهية شمال قطاع غزة أن ينزحوا نحو مدينة غزة ظنا منه أن هذه المناطق هي آمنة لكن لا مكان آمن ما زلنا نردد هذه العبارة منذ اليوم الأول للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بيت حانون هي منطقة دخلها الجيش الإسرائيلي أكثر من مرة دمر كل المنازل فيها لم يبقي أي من المنازل هنا سيما وأنها قريبة من حاجز ومعبر بيت حانون الذي كان مخصص لخروج الأفراد وبات ها من هنا نقطة الانطلاق للآليات العسكرية الإسرائيلية بيت حانون طلب منها صبيحة هذا اليوم بالإخلاء ليس فقط بيت حانون بل أيضا بيت لاهية شمال القطاع بعض الأحياء منها طلب منهم أيضا الإخلاء الفوري ودائما ما جيش الاحتلال عندما يلقي هذه المنشورات الورقية أو المكالمات التسجيلية يبدأ بتنفيذ عمليات عسكرية في هذه المناطق بحجة أن الفصائل الفلسطينية قد عادت واستعادت قدراتها القتالية من جديد هو لا يريد لأي مظهر من مظاهر الحياة أن يعود في أي من الأماكن وبذلك بدأ من يتواجد فعليا في بيت حانون وبيت لاهية بالإخلاء لأن الجيش الإسرائيلي يتعمد ارتكاب مجازر مروعة وفضيعة من بيت لاهية وبيت حانون طلب منهم أن يتوجه نحو مدينة غزة لكن مدينة غزة هي نفسها المدينة التي تتعرض في كل لحظة وثانية لغارات وقصف إسرائيلي متواصل ومستمر لا شمال القطاع آمن ولا مدينة غزة آمنة ولا يوجد أماكن يتوجه إليها السكان بمعنى أن حتى المدارس التي توجه إليها السكان بعد أن دمرت منازلهم قامت إسرائيل بقصف نحو 172 مدرسة إيواء يتواجد فيها عدد كبير من النازحين بالتحديد في مدينة غزة وفي شمال القطاع وكذلك في وسط القطاع وبذلك لا يوجد مكان آمن توجه السكان إلى مدينة غزة مدينة غزة نفسها شهدت غارة صباح هذا اليوم في حي الدرج وعلى إثرها تم انتشال ثلاثة من الشهداء بعد أن تم استهداف منزل يعود لعائلة حمادة في حي الدرج وبذلك لا مكان آمن كان قد سبق حي الدرج نتحدث عن المدينة التي طالب الجيش من السكان أن يتوجه إليها حي الدرج غارة وقبل أيام كان في حي الصبرة يوم أمس وكان هناك انتشال لعدد من الشهداء بعد أن تم استهداف شقة سكنية في حي الصبرة وكان قد سبقها مجازر إسرائيلية مروعة في حي الشيخ رضوان وفي حي النصر عندما استهدفت إسرائيل مدارس يوجد بها عدد كبير من النازحين وحتى هذه اللحظة هناك أعداد تحت الركام يتواجدون في المدارس التي قصفتها إسرائيل وبذلك لا مكان آمن في مدينة غزة ولا شمال القطاع جميع هذه المناطق تتعرض لغارات إسرائيلية متواصلة ومستمرة وبذلك يصبح المكان الذي يطلب الجيش من السكان أن يتوجه إليه هو غير آمن ومعرض لاستهداف في أي لحظة هذا ما يجل في مدينة غزة وشمال القطاع لكن عندما انتقلنا إلى وسط القطاع فإن شمال النصيرات ومنطقة المغراقة والبريج تتعرض منذ ساعات الصباح لقصف متفعي متواصل وعنيف من قبل المدفعية بعض هذه الآليات يتمركز في منطقة شرق البريج ويقصف وبعضها الآخر في محور نيتساريم وبذلك يكثف من قصفه وغاراته تجاه مناطق شمال النصيرات والمغراقة من أجل توسع محور نيتساريم ومن أجل حجب رؤية المقاومة الفلسطينية عن إطلاق قذائف الهاون في هذا المحور الذي بات في كل يوم على موعد جديد مع قذائف الهاون وقذائف الرجوم التي تطلق تجاه محور نيتساريم وبذلك يحاول جيش الاحتلال أن يوسع المساحة من شمال هذا المحور وكذلك من جنوبه بالتحديد من منطقة المغراقة وشمال النصيرات لا تتوقف القذائف المدفعية في هذه المنطقة ولا في منطقة شرق البريج من أجل هذا المحور إذا ما انتقلنا إلى خان يونس فإن حتى هذه اللحظة لم يبدأ الجيش الإسرائيلي بعملية عسكرية في المناطق التي طلب من السكان إخلاءها قبل يومين معل الرغم من أن هناك تسجيلات صوتية وردت للسكان لمن يتواجدون في شرق محافظة خان يونس وشمالها أيضا بعلامة عليهم الإخلاء لكن حتى هذه اللحظة لم يبدأ عملية عسكرية في هذه المنطقة التي قال الجيش بأن الفصائل تمادت بإطلاق الصواريخ وعليهم الإخلاء فورا في رفح العملية العسكرية ما زالت مستمرة ومتواصلة نتحدث عن أحياء مختلفة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة والتي ما زال جيش الاحتلال يواصل عمليته العسكرية فيها نتحدث عن استمرار للقصف في شارع جورج الذي شهد عمليات منوعة للفصائل الفلسطينية وفي مخيم الشابورة ومخيم يبنى وخروج كل شيء يوحي بالحياة عن الخدمة في داخل مدينة رفح بعد أن كانت مدينة عامرة بالمنازل والبنى التحتية دمرت إسرائيل كل هذه المدينة ولم تبقي أي شيء وما زالت تسيطر على محور فلاديلفيا وكذلك على معبر رفح وتستخدمهم كورقة ضغط في عملية المفاوضات الجارية كان بالأمس نكا إغلاق لمعبر كرم أبو سالم لدخول شاحنات المساعدات لكن حتى هذه اللحظة المعبر مغلق ولم يرد إلينا أنه أعيد فتحه من جديد وبدأت البضائع القليلة والشحيحة بالدخول إلى قطاع غزة هذا شرح مفصل عما جرى خلال الساعات القليلة الماضية في أنحاء مختلفة من قطاع غزة الذي ما زال يعاني من ويلات هذه الحرب والجوع وكذلك آلة البطش التي ما زالت تقتل أرواح المدنيين والأبرياء العزة ترجمة نانسي قنقر